شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين كان كلامنا حول مباحث المعاد أحدها البحوث التي تتعلق بهذا الموضوع مبحثوا حساب الأعمال في يوم القيامة لكن قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع نشير إلى أن هناك حساباً آخر للأعمال يتم في هذه الدنيا قبل يوم القيامة فهناك حساباً حساباً في الدنيا وحساباً في الآخرة لعلّه إلى هذا الحساب تشير هذه الآية الكريمة الله تعالى يقول في سورة الطلاق وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً بعض العلماء يعتقدون أن هذا الحساب الشديد إنما هو الحساب الدنيوي بقرينة سياق الآيتين المباركتين وهناك أيضاً آية أخرى في سورة البقرة الله تعالى يقول إن الله سريع الحساب وفي آية أخرى والله سريع الحساب إحدى الآيتين في سورة البقرة والآية الأخرى في سورة آل عمران يعتقدون بعض العلماء أن هذه السرعة في الحساب تتعلق بالحساب الدنيوي ما هو معنى الحساب الدنيوي؟ وكيف يكون الحساب الدنيوي سريعاً؟ لعله يمكن أن نعرف الحساب الدنيوي بترتب مجموعة من الآثار الوضعية أو مطلق الآثار على الأعمال الإرادية التي يقوم بها المكلفون سواء كان هذا المكلف إنساناً أو كان كائناً آخر من الكائنات المكلفة هذا الترتب يعتبر حساباً إلهياً سريعاً لهذه الأعمال الإرادية أو يعتبر ملازماً للحساب الإلهي هذا الحساب جداً سريع بل يمكن أن نقول إنه مقارن لذات العمل بل يمكن أن نقول إنه كامن في ذات العمل أنتو عندما تقومون بعمل من الأعمال الصالحة تقومون في جوف الليل المظلم والناس نيام وتصلون نافلة الليل تشعرون بالراحة الباطنية هذا أول أثر وضعي يترتب على هذا العمل واحد اللي تواجهه زوجته بالخشونة في البيت أو يواجهها المرأة زوجها بالخشونة والعنف طبق الإحصاءات المنشورة أخيراً إن أكثر ما تتعرض له المرأة من العنف هو العنف في داخل البيت هذا يفوق العنف الذي تتعرض له في الخارج لأن الرجل يعتبر أن المرأة ملك إله وخادمة في البيت أو المرأة أحياناً تعتبر أن الرجل مجرد خادم ولذلك من المشاكل المهمة مشكلة التوتر في داخل البيوت تعرضت لموقف لا ينبغي أن تتعرض له ظلمت الرجل ظلم المرأة ظلمت فكبحتم جماح القوة الغضبية طبعاً عملية جداً صعبة وأعبرت القضية أول ما تشعرون هذا في حين العمل أو بعد العمل مباشرة إن الله سريع الحساب تشعرون بارتياح في الباطن تشعرون تشعرون بالرضى الباطن تشعرون بالسلام الداخلي وقضية السلام الداخلي من الأشياء المهمة جداً ماكو واحد في داخل حرب ما أدري مجربين هذه القضية حتماً أحياناً واحد يعيش الحرب الداخلية كيان بعضه ضد البعض الآخر عقله ضد شهوته شهوته ضد عقله بالليل ما يتمكن ينام عندما يخلي راسه على المخد حرب داخلي صراع داخلي أما واحد عندما يعيش السلام الداخلي إن الله سريع الحساب والله سريع الحساب بسرعة ثم هناك آثار وضعية تظهر في محيط البدن ثم هناك آثار وضعية تظهر في المحيط الاجتماعي هذا ثالثاً ثم هناك آثار وضعية تظهر في المحيط الطبيعي ثم هناك آثار وضعية تظهر على المدى التاريخي الوالد رحمه الله كان يعبر عن هذه بالمحاكم الإلهية الخمس أو الست في هذه الدنيا وله حديث مطول حول ذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه مستتر في المدينة المنورة يخرج خارج المدينة أو إلى أطراف أو إلى نخيل المدينة وفي جوف الليل المظلم ولا يعلم به أحد كم أمير المؤمنين صلوات الله عليه دام على ذلك لعله سنوات ولكن في ليلة من الليالي اقرأوا القضية في بحار الأنوار يأتي أبو الدرداء ليش؟ الله يريد أن يظهر في هذه الدنيا يجي أبو الدرداء ويسمع صوتا يلتفت إلى ذلك الصوت وإذا به صوت أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويراقب أمير المؤمنين يراقب مناجاته الخاشعة في جوف الليل يراقب عبادته يراقب بكاءه يراقب غشيته من خوف الله تعالى هو تصور أن الإمام مات وبعد ألف وأربعمائة عام الخطباء الكرام فوق المنابر ينقلون هذه القضية على مر التاريخ ينقلون هذه القضية ومعاوية ابن أبي سفيان الذي حارب عليا ولعن عليا فوق المنابر في ليالي الشام المظلمة في بساتين الشام يشرب الخمر وفي ليالي الشام المظلمة يقول حول النبي الأعظم وذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا والله إلا دفنا دفنا هذا اسم النبي الأعظم يجب أن يدفع مع ربعه ويجماعته ولكن ظهرت كل الحقائق ظهرت في قضية مطولة مذكورة على ما أتذكر في البحار إن الله تعالى أمر نبيا من أنبيائه بأمور منها أنه ترى مضمون الحديث طشت من ذهب فادفنه مضمون القضية فرأت طشت من ذهب أو شيء من ذهب فدفن ثم مضى ثم التفت إلى حركة من خلفه صوت نظر وإذا بذلك الطشت أو الآنية الذهبية خرجت قال إن ربي أمرني بدفنه وقد امتثلت علماء الأصول يقولون الطبيعي يتحقق امتثاله بالمر ومضى في در الله تعالى قال له هذا مثال عمل الخير مهما كتمته يوم من الأيام يظهر انتو صلوا صلاة الليل وتكتموا مهما تمكنتو حتى زوجتكم لا تفهم الله يظهر هذا العمل في يوم من الأيام والله سريع الحساب إن الله سريع الحساب هذا هو النوع الأول ترتب الآثار الوضعية أو مطلق الآثار على الأعمال الإرادية التي يقوم بها المكلفون النوع الثاني من أنواع الحساب الإلهي الحساب الذي يتم في عالم الآخرة هذا النوع الثاني من الحساب سريع جدا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا نحن من اليوم الأول الذي ولدنا فيه هناك حفرة بعيدة عننا هذا في انتظارنا ونحن كل لحظة نركض إلى تلك الحفرة ركض نقترب يعني إذا واحد الآن عمره 40 عام 40 عام يركض بعد كم يوم بعد كم لحظة حقيقة أمان ماكو وإذا به يسقط في تلك الحفرة ثم أماته فأقبر حتى إذا واحد إحنا جدا الآن مضى من أعمارنا جدا نعيش بعد إنتوا إذا رحتوا إلى مشهد ثلاثة يام تردون تبقون يوم منها مضى يوم ينباقي ما باقي شيء شوفون دا تنتهي المد إحنا جدا مضى من أعمارنا إذا واحد الآن عمره 40 عام في المطول كنا نقرأ أشابل صغيرة وأثنى الكبيرة مر الغدات وكر العشي أربعين عام عشنا جدا نعيش بعد أربعين عام بعد نصف عمرنا من تهي تتوقعون أن تعيشون مئة وعشرين عام ثلثة العمر من تهي ما باقي شيء إذا واحد ثلث عمره انتهى يعني ما بقي له شيء إذا واحد نصف عمره انتهى يعني ما بقي له شيء واحد أحيانا يلاحظ الفترات التاريخية الماضية يذكرها أيام طفولته أيام شبابه أيام كهولته من الثلاثين أو من الثالثة والثلاثين في هاي الحدود تبدأ مرحلة الكهولة الله تعالى يقول وكهلا في المسيح ابن مريم الآن أغلب الحاضرين لعله كهول وصلوا إلى مرحلة الكهولة أو عبروها في جامع المقدمات كنا نقرأ يا قوم قد حوقلت أو دنوت وبعد حيقال الرجال للموته ما بقي شيء فواحد يظن أن الآخر بعيد وأن الحساب بعيد وأن الموت بعيد هذا عدم إدراك واقعي للأمور ألا إنما الدنيا كمنزل راحل أناخ عشيا وهو بالصبح راحل إذا قلنا إن الآية الكريمة تشير إلى الآخرة إن الله سريع الحساب سريع حتى إذا كان الحساب حساباً أخروية إن الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد هاي الحركة هذا الدولاب الفلك في التاريخ ما نقول هذا الموضوع أنه أكو كتاب جيد تقرون هذا الكتاب حتى تجدوا أن الملوك كيف كانوا يعيشون هؤلاء الملوك الذين كانوا يحملون اسم الدين وكانوا يحكمون باسم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وتعرف أي دور عظيم قام به أئمة أهل البيت صلى الله عليه عندما فصلوا هؤلاء الحكام عن الدين وقالوا إن هؤلاء لا يمثلون الدين الكتاب عنوانه نساء لهن في التاريخ الإسلامي نصي شوفوا شلون كانوا يعيشون في ذاك الكتاب أو في كتاب آخر يذكر هذه القضية البذخ أنه بنت الملك الفلاني بنت المعمون بتارون البذخ اللي كان في ليلته زفافها فعل كل ما يتمكن من أموال المسلمين بعد أن انتهى الاحتفال جاء إلى بنته وقد صنع كل شيء من البذخ والإسراف والحفلات الكذائية فقال لها هل بقيت في قلبك هل بقيت في قلبك أمني تردين بعد شيء كل شيء فعلت قالت نعم وهو أنه أريد بسمارا واحدا تدقه في هذا الفلك هذا الفلك لا يتحرك يبلياني كل جديد ويقرباني كل بعيد فالبسمار حركة الفلك توقع هذا ما لا أقدر عليه حركة الفلك استمرت وأفنت القرون الماضية والأمم القالية وسوف تفنينا جميعا واحدا بعد الآخر فهذا النوع الثاني من الحساب سريع جدا أيضا مرة واحد يشوف هو في العالم الآخر السيد محمد كاظم المدرسي رحمه الله رؤية في عالم الرؤية لأن كما نقلوا مات في حالة القنوط في صلاة الليل أو في صلاة الصبح وكان متعود أن يقرأ هذا الدعاء يا من له الدنيا والآخرة إرحم من ليس له الدنيا والآخرة كل شيء ما عندنا لا نملك شيئا مجرد اعتبارات وكل شيء بيده والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه قالوا كيف كان موتك لأنه في حالة القنوط مات قال أنا عندما كنت أتلفظ بلفظة الآخرة قلت الخاء في الدنيا والراء في الآخرة فد لحظة فد مرة واحد يشوف انتقل إلى عالم آخر معادلة جديدة لحظة وحدة هو هذا البناء اللي احنا بانيه من اعلم لعل جذور موتنا تكمن في هذا البناء شوي الأرض خلت تتحرك كل هذا يوقع وتتحول هذه الغرفة إلى مقبرة لنا والعياذ بالله هناك مجموعة من البحوث حول حساب يوم القيامة نعرض منها في هذه الليلة بإذن الله إلى مبحثين على نحو الاختصار المبحث الأول ثبوت أصل قضية الحساب في يوم القيامة العلامة المجلسي رحمه الله في البحار يشير إلى هذه القضية في المجلد السابع من البحار صفحة ميتين وخمسة وسبعين يقول تذنيب اعلم أن الحساب حق يعني لا يمكن إنكاره نطقت به الآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة الحديث المتواتر كما هو واضح الحديث الذي بلغ لكثرته درجة يورث القطعة واليقين فيجب فيجب الاعتقاد به والآيات الكريمة إذا تراجعون المعجم حول الحساب في يوم القيامة كثيرة ومتعددة المبحث الثاني لماذا الحساب في يوم القيامة؟ الجواب على ذلك الحساب إنما يكون لاكتشاف المجهول العددي أو غير العددي أكو تاجر هذا التاجر يريد أن يعرف المحصلة النهائية الواردات الصادرات فيأخذ القلم والورق ويجرد حساباته هذه عملية الجرد لاكتشاف المجهول هذه يقال لها عملية الحساب ولكن في الله سبحانه وتعالى لا يتصور هناك مجهول كل شيء واضح عند الله سبحانه وتعالى العلماء يمثلون بمثال طبعا هذا المثال لعله مثال لمجرد التقريب للفكرة يقولون كيف نحن صورنا الذهنية حاضرة عندنا أنتوا عندما تفكرون هذه الصور الذهنية محاطة لكم بالإحاطة العلمية بل هي حاضرة عندكم مو أنه صورها حاضرة عندكم انتوا الآن أغمضوا عيونكم وتصوروا مدينة بغداد مدينة بغداد مو حاضرة عندكم صورة تلك المدينة حاضرة عندكم ولكن هذه الصور الذهنية هي بذاتها حاضرة عندكم حضور لا تخفى عليكم لا تغيب عليكم مو صور الصور حاضرة عندكم ذاتها حاضرة عندكم طبعا هذا مجرد مثال ولعله لا يكون معبر عن الواقع كاملا ولكن الأشياء كلها حاضرة عند الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء وما يعزب عن ربك من مثقال الذرة مثقال ذرة هناك نقطة لطيفة كان يشير إليها العم حفظه الله كان يقول الآيات الكريمة لا تقول حجم الذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرح ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرح مثقال مو حجم لأن الحجم ملحوظ أنتوا إذا في غرفتكم أكو كوة ونور الشمس يدخل منها تشوفون هذه الهباءات المتطايرة في الهواء فحجمها واضح لكن ثقلها مجهول البشر لا يعرفت ثقل هذه الذر إلا إذا الآن العلوم الجديدة صنعت فدموازين جدا دقيقة حتى تعرفت ثقل هذه الهباء إذا أكوى الآن ما أدري أكو أو موكو الله تعالى لا يقول فمن يعمل حجم ذرة لأن حجم الذرة واضح الله يشير إلى الجانب الخفي فمن يعمل مثقال ذرة ثقل الذرة يا بنيا في سورة اللقمان إنها انتكو مثقال حبة من خردل لا أدري شايفين حبة الخردل لا لا واحد عندما يشوف حبة الخردل يصاب بحالة دهشة من صغرها كلش صغيرة يعني صغرها يلفت النظر يا بنيا إنها انتكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتبها الله يجيبها الله حتى إذا في أعماق الفضاء اللامتناهي كانت الله تعالى لا يخفى عليه شيء فالحساب لا يكون الاكتشاف المجهول ولعل الحساب إنما يكون لكشف المجهول عندنا اكتشاف المجهول يريد التاجر أن يكتشف المحصلة النهائية لعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يكشف المجهول نحن عندنا حالة محابات لذواتنا الذنوب التي عملناها الآن الذنوب المطلقة أو الذنوب النسبية كلها ننساها شيئاً فشيئاً الذاكرة، طبيعة الذاكرة، راجعوا بحوث علم النفس الأشياء اللي النفس تنفر منها تحاول أن تلغيها وتخرجها مثل شيء ما يعجبكم بالغرفة طلعوا بره النفس عندها هذه الحالة كل ذكرى، كل خاطرة مو محبذة لكم النفس لا شعورياً تحاول إلغاءها ولذلك واحد ينساها تماماً أما الأشياء التي تعجب النفس النفس تحاول الاحتفاظ بها فكل واحد مننا، يعني كثير مننا نتصور أننا أولياء لله سبحانه وتعالى ولكن عند الحساب واحد يكتشف واقعاً ليش يقولون في كل ليلة حاسبوا أنفسكم أو في كل يوم حتى واحد يعرف من هو أول من يجهل ذواتنا ذواتنا نحن نجهل أنفسنا نحن منه؟ من أنت؟ الامتحانات الإلهية تظهر حقيقة الإنسان عجيب، واحد يشوف أنا هذا كنت خمسين عام كنت عايش مع هذه النفس وكنت أجهلها عندما جاءت قضية الكوفة قضية عاشورة وإذا بالأفراد يكتشفون أنفسهم إذا هجم أسد على قافل وإذا بالأفراد يكتشفون أنفسهم من هو الشجاع ومن هو الجبا فإحنا نظن أنه كلش إحنا مقربون إلى الله تعالى وأن صحيفة حسناتنا مليئة وأنه واحد كان يقول إذا إحنا ما ندخل الجنة فإذا من يدخل الجنة؟ عند وضع الموازين والمحاسبة يكشف المجهول مو يكتشف المجهول يكشف ذاك العابد كان يقول يا الله الله قال له أدخل الجنة بفضلي قال لا أدخل الجنة بعدلك ما يخالف وضعت الموازين والحساء تبين أنه كل شي ما عنده موازنة موازنة دقيقة موازنة الحسنات موازنة السيئات موازنة الأعمال موازنة الإدراكات موازنة القدرات هاي الخمسة خلوها مع البعض الآخر الإدراكات القدرات السيئات الحسنات النعم سووا موازنة بينها شوفوا يبقى الشيء لو ما يبقى الشيء ولذلك دائما أحنا نقرأ اللهم عاملنا بفضلك وفي الآية الكريمة وَيَخَافُونَ سُوءَ الحساب في الرواية أكو شنو حساب الله حساب سيئ ما إلا الله تعالى حساب سيئ ولكن يخافون المداق في الحساب إذن البحث الثاني أن الحساب قد يكون لإكتشاف المجهول وقد يكون لكشف المجهول وبذلك تتم الحجة على الناس أجمعين إن شاء الله بقية المباحث نذكرها في المبحث القادر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شَعَّت شُمُوسُ الْهَدِّي بِالْكَلِمَاتِ فَأَنَارَتِي الْأَفْهَامَ بِالْآيَاتِي أَسْرِجْ بِنُورِ الْعِلْمِ عَقْلًا نَيِّرًا وَافْتَحْ مِنَ الْأَلْبَابِ كُلَّ جِهَاتِي فَالْكَنْزُ عِلْمُكَ حِنَ تُنْفِقُهُ زَكَاءَ وَالْمَالُ لَا يَزْكُو بِلَا نَفَقَاتِي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات